اشتركوا في القناة شايفين كمان ان اقتراب الانتخابات الامريكية احنا ما نقولش ان احنا بعيد عن الكلام ده لا احنا دايما الاقتصاد وحدة وحدة نتأثر هنا في مصر واللي بيحصل في اي مكان اخر لان الاقتصاد المصري بالتأكيد مرتبط بما يحدث اقليميا وعالميا عشان نعرف اكتر وتفاصيل اكتر ونتكلم في مختلف الاضايا الاقتصادية اللي بتشغل اضايا العام والنظرة المستقبلية بطفي وضفق النهاردة احد الخبراء الاقتصاديين الستاذ احمد ابو السعد الرئيس التنفيذي لشركة ازيموس مصر وشركة عالمية لإدارة سندية الاستثمار والخبير الاقتصادي وعضو وزارة البورسة المصرية واهلا بحضرتك اهلا وسهلا سيد اي سيد اي سيد احنا رؤيتك بقى عن الاقتصاد العالمي في ظل ما يحدث الان من تغيرات كوفيد ناينتين انتخابات امريكية كورونا الرئيس الامريكي يعني هذا الكوكتيل العجيب اللي بنعيشه وخلينا نقول ان طبعا السنة دي ما كانتش سنة سهلة من اولها يمكن دخلت علينا دخلت الكوفيد ناينتين دي في شهر فبراير اللي فات وبالتالي الاقتصاديات شهدت تطورات على مدار الفترة اللي فاتت بس مش كلها في نفس الاتجاه بمعنى ان احنا ابتدينا في الاول في حالة هلع وفزع في الاقتصاديات وفي الاسواق وابتدى يحصل اغلاق تام في بعض الدول ابتدت باوروبا وتلاتها امريكا وبعدها امتدت لنا الموجة دي المنطقة بتاعتنا فبالتالي حصل عملية اغلاق تام ففي الوقت ده حصل طبعا توقف للنشاط الاقتصادي بشكل كبير جدا بعد كده لما ابتدت الاعداد واحدة واحدة تقل وابتدى معدلات الوفيات بتقل وابتدى يبين ان الاعراض نفسها ابتدت باقل ابتدى الاقتصاد نفسه يتوجه لسياسة الفتح الاقتصادي مرة تانية وده يمكن ابتدى بالتدريج بداية من شهر او اخر شهر مايو او حاجة زي كده وبعد كده يمكن لما حصلت حتى ابتدنا نتكلم نسمع نغمة الويف التانية او الموجة التانية مش هتلاقي ان في اغلاق تام حصل للمشاطات الاقتصادية بشكل عام ده بالتالي كان تأثيره بشكل كبير جدا مختلف في الاول ان انت كتزاي الناس بتدور على الحاجات اللي هي زي من نسميها الحاجات الضروريات والاساسيات وبعد كده ابتدت الناس تبص طب ايه ده ده في حاجات كتير بقت بطراب الفلوس ده في حاجات كتير بقت رخيصة جدا فابتدت الناس تتبنى لا هي على فكرة الدنيا لسه مكملة والدنيا لسه هترجع تاني يعني ده مش اخر العالم فابتدت الناس تتأقن ان الموضوع الكوفيد 19 ده مش مكمل او حتى لو كمل هيحصل نوع من انواع الادابتيشن او التأقلم تعايش معه او التأقلم معه ومن هنا ابتدت الاسواق والاقتصاديات تغير من شكلها لو حنيجي نقول ان ده واضح جدا حتى في اسواق المال الخفضات اللي حصلت في الاول ثم الارتدادات السريع جدا اللي هي عملت حرف الفي الناس كلها كانت في الاول بقول حني هنعمل الفي ولا هنعمل دابليو ولا هنعمل يو في اسواق المال لا هي عملت في بوضحة وصريحة يمكن سؤول مصر شوية بعيدة عن الفي بس هم اتكلم على الاسواق المال العالمية الحقيقة اللي عزز من كده كمان هي سياسة الفيدرالي الامريكي في الحفاظ على معدلات الفايدة من صفر لربع في المية لفترات طويلة جدا ولدرجة التأكيد على ان هو ما بيفكرش ان هو يعلي سعر الفايدة في اي وقت كان لدرجة ان هو كان فيه تعليق شهير للفيدرالي اتقال مرتين لما بيقول we are not thinking of thinking احنا ما بنفكرش ان احنا نفكر نطلع سعر الفايدة فبالتالي طبعا ده محفز جامد جدا للاقتصاد بالاضافة الى الحزم بتاعة شراء الاوراق المالية من الفيدرالي الامريكي اللي هي بتأثر على اسواق العالم على اسواق العالم ككل اللي حصل يمكن التغير الكبير هو التغير فيه النمط او فيه البيهيفير او فيه سلوكيات الناس فيه التعامل هتلاقي ان فيه طفرة كبيرة جدا جدا حصلت فيه كل حاجة ليه علاقة بالديجيتاليزيشن او الرقمنة او التطور الالكتروني ويمكن احنا في مصر حصل عندنا يمكن حاجة احنا كان عندنا دايما عندنا حتة مقاومة تجاه الحاجات الجديدة اصبح غزبا عننا بقينا منفتحين للافكار الجديدة اصبح غزبا عننا مقتنعين ان احنا الناس ممكن تقعد في بيوتها بالتلات اربعة شهور والشغل بيمشي عادي اصبح ان احنا بنعمل ترانزاكشنز كتير من على الانترنت من على بايمينت بلاتفورمز ففيه متغيرات كتيرة حصلت فيه خلال الفترة دي فيه سلوكيات المتعاملين نفسهم وده برضو نعكس على اسعار اسهم هذا القطاع الوسط الارقام التقاط تكون جنونية بالنسبة للبعض الحقيقة لن تتركنا عشرين عشرين بدون ما يكون في حدث جلل الا واي الانتخابات الامريكية في ظل في ظل الاحداث الحالية وللحقيقة النتيجة بتاعتها هتبقى مؤثرة بشكل كبير جدا 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 في نتيجتها هتبقى عاملة ازاي وعلى فكرة نتيجتها يعني مش ما هيش حاجة واضحة وحاجة يعني حنقول محددة ان مثلا لو لو بايدن كسب يبقى الاتجاه هيبقى كذا لو ترامب كسب يبقى الاتجاه لان فوز اي من الاتنين مرشحين هيبقى ليه تأثير متباين على الدول مختلفة وعلى علاقات امريكا بدول مختلفة سواء في المنطقة هنا او في العالم كله فانا اتمنى ان شاء الله ان السنة دي لان الاسواق تحس ان هي بالذات في امريكا متشعبطة في حتة عالية ومستنية تشوف الانتخابة الحدارسة على اي طيب لو تحدثنا عن الاقتصاد في مصر وايه احنا بدأنا الربع الاخير من 2020 توقعاتك لاداء الاقتصاد في مصر خلال الربع الاخير خلينا نقول ان الاقتصاد المصري الحقيقة اثبت بنسميها ريزيلينس او قوة كبيرة جدا في تحمل الصدمات ويمكن سبق قبل كده وقلت مع حضرتك ان احنا كنا محظوظين ان جات الازمة دي واحنا في اوج قويتنا جاه واحنا عندنا احتياطي نقدي اجنابي عالي جدا جاه واحنا عندنا مؤسسات ايمة على رجلها جاه واحنا ما عندناش مشكلة عملة جاه يعني انت النهاردة عدمت مصادرك من العملة كانت فوقت من الاوقات انت استثمارات الاجانب اللي كانت في الازون اللي كانت 28 مليار نزلت لتحت العشر مليار فانت كان ممكن عادي جدا لو انت ما كانش وضع اقتصادك قوي كان ممكن ان انت تتهز بشكل كبير جدا الحقيقة لا اللي حصل غير كده تماما بالعكس الاقتصاد المصري هو من الاقتصاد الولايه جدا حوالين العالم اللي مازال محتفظ بمعدلات نمو ايجابية بل متوقع انه السنة الجاية يكمل نموه وممكن يوصل لتلاتة وتلاتة ونصف في المية في حين بتشوف ان الدول اللي شبهنا مينس خمسة ومينس ستة في المية في معدلات النمو انت ابتدت شركات التصنيف الاقتماني لما شافت المنظر ده بتدتها طلع تقرارها كلها بنظرة ايجابية او مستقرة على الاقتصاد المصري بعكس رؤيتها بالنسبة للاقتصاديات دول تانية هتلاقي ان البنك الدولي والاهم اف بيتدوا يتكلموا صندوق النقد الدولي تدوا يتكلموا على مصر بشكل مختلف وبيحيوا السياسات النقدية والمالية اللي في مصر اللي حصلت في مصر واللي خلت الاقتصاد المصري واقف على حيله خلال الفترة دي هتلاقي بانك زي جولدمان ساكس بيتكلم على اقتصاد المصري ويمكن فيه ناس كتير تقول لك التقرير دي مسياسة وكانت فيه ناس كتير لساعة السؤال ده فعلا يعني التقارير فعلا الناس بتتكلم ان تقارير دي مسياسة يعني بيعايزين واقعونا في حتة يعني كل النظرية التعمورية وكانت فيه المسياسة وهم عادين بيتكلموا علينا بصور سلبية واحنا اقتصادنا سلبي فعلا هو فعلا اقتصادنا قوي احنا النهاردة مؤشر المشتريات مدير المشتريات اسمه بيرتشيزينج مانجر اندكس ده اللي بيئيس النشاط الاقتصادي بتاع شركات القطاع الخاص كان المؤشر ده هو بيئيس لو انت فوق الخمسين يبقى انت فيه نشاط اقتصادي فيه رواج وفيه طلبات شركة تتحط من المدير المشتريات لدى الشركات لو تحت الخمسين يبقى انت عندك طباطق في النشاط الاقتصادي خلينا اقول لحضرحك حاجة النهاردة بعد ما كنا وصلنا لمؤشر المشتريات ده وصل لتسعة وعشرين نقطة النهاردة لأول مرة بنتجاوز الخمسين نقطة تاني لأول مرة من سنة وشوية هايل فبالتالي ده كان مؤشر هايل طبعا على عودة النشاط الاقتصادي احنا بنقولش ان احنا في افضل حالة سنقول ان احنا اقتصادنا قوي جدا عنده من الفرصة احنا عندنا فرصة عظيمة في ظل انخفاض اسعار الفايدة على الدولار وبالتالي تأثيره على اسعار الفايدة في دول الخليج وبالتالي تأثيره على المركز الاوروبي عندنا فرصة ان فيه اموال هتكده كده هتدور على فرص استثمارية تمام لازم نطلع نوري نفسنا للعالم ازاي ان احنا مصر وجهة وقبلة استثمارية للمستثمرين كلهم لغاية دلوقتي احنا بنشتغل جواه كويس قوي تمام انما احنا مشتغلش على برا ما بنحاولش نوري الناس قديه احنا جديين في حاجة زي كده او مش مورين لهم بضاعة تغري الناس دي دعالة استثمر في بلدي النهاردة كل الاجانب عينها على الاستثمار في ازون الخزانة وسندات الخزانة طب انا عايز استثمار في البورصة عايز استثمره في ايه عايز استثمره في ايه الشركات اللي موجودة كلها محروقة مش محروقة حجمها صغير شركات حجمها محتاج منتج جديد فرصة فرصة الاموال هتبتدي تنزح لأسواق اخرى نعم الشركات اللي موجودة كلها صغيرة فرصة وكان انا شفت معالي الوزير كان مع حضرك شامته وفيه وانا من هنا بقوله ياريت ياريت نعجل بالطروحات الحكومية بالذات اللي من احجام كبيرة بالذات حاجة زي بانك القاهرة بالذات حاجة زي زي شركة ابو اير الشركة ابو اير للأسبيدة اللي هي يعني لما تنزل free float منها زيادة وتطرح منها جزء اوتوماتيك لحجمها رأس المال السوك التاحة كبير جدا فرأس المال اللي بتاع التدول الحر يدخلها جوه مواشر موردانستانلي اللي احنا عايزين وزنة مصر يرجع تاني يرتفع فيه فدي البضاعة اللي انا باوريها للناس وبالتالي لازم ان انا عجل لان بجد الناس عينيها على مصر وانا من تجربتي ومن علاقاتي ومن الاكسبوجر بتاعي مع الاجانب انا بقوله حريك كده نفس الكلام في مجال الاستثمار المباشر ازاي اضمن الناس ان انا عندي حوافز وان انا عندي اصلاح مالي وازاي ان انا عندي حوافز استثمارية وحاول اوريها قد يكون عندنا بس الناس مش حساها الناس مش شايفاها او الناس قد تكون مش متأكدة وده طبيعي ان يحصل حالة عدم تأكد وخصوصا لما الناس شافت الاقتصاد المصري كان من 3-4 سنين ما كانش في افضل احواله وكان فيه ازمات كتيرة جدا ففرصة النهاردة لازم ازرع السقة دي اللي هتاخد وقت شوية بس لازم افضل امسك على الموضوع ده وافضل ازن عليه يوم بعد التاني لغاية لما يجيب نتيجة بإذن الله طيب جميل امكن حدك اشارت ليه حاجة واحدة هي طرح منتج شركات جديدة في البورصة باحجام كبيرة ايه تاني ممكن نعمله عشان نقدر فعلا ننقل السورة الحقيقة لما يحدث في الاقتصاد المصري اللي خارج انا بقول لك بمنطقة البساطة الاستثمار هو بيعدي بثلاث مراحل مرحلة الاولى اللي هو الاستثمار في الأدوات السهلة والمضمونة من الحكومة اللي هي الأزون والسندات وما شابه لو الناس خدت ثقة اكتر هتبتدي تخش لانواع الاصول الاكتر اللي فيها مخاطرة اكتر بس فيها شركات قدام عينيه وشايفها اللي هي الاستثمار الغير مباشر من خلال الاسهم اللي في البورصة لغاية لما نوصل للهدف الاسمة اللي هدفنا تكون لنا ان احنا جلنا استثمارات مباشرة في نشاطات اقتصادية فعلية سواء في مجالات انتاجية صناعية زراعية خدمية حتى الكلام ده عشان اوصل لده ودي ده الهدف الاسمة تاني اللي انا بتكلم عليه لازم اوري جدية في التعامل مع ملف الاستثمار ده بشكل كبير جدا لازم النهاردة يكون البرايسيج ميكانيزم بتاع تسعير الطاقة واضح لازم يكون المعالجات الضريبية واضحة انت لو صلحنا منظومة الضريب في البلد دي انت تلات اربع مشاكل البلد دي تحل منظومة الضريب دي لو صلحتها فهي الجمارك ففي حاجات كده محتاجين ان احنا لو صلحناها او لو ورينا الناس ثقة في ان احنا بناخد قرارات مش هرجع ااخد قراره بعدها بكم شهر ارجع فيه او ان انا السياسة دي برجع احيد عنها وابتدي اعيد التفكير فيها تاني فعشان خاطر اي واحد بيستثمار استثمار مباشر استثمار مباشر ده مش بتاع سنة واثنين ده بتاع فترات اطول من كده فبالتالي لازم اكون اقدر اعمل الدراسة لازم اقدر اعمل الدراسة الجدوى بتاعتي والفيزيبيلت ستادي بتاعتي بناء على معطيات معينة ما بقاش بنية على حاجة معينة واجي الاقي ان فيه بيتفرد علي حاجات تانية خالص فبالتالي النهاردة ده بالنسبة لي بصراحة اهم شيء لازم ان انا اوضحه وزي ما حالك شايف ملف الطاقة يمكن اسمعت يا شامبيو بتكلمه على موضوع الطاقة يعني موضوع الحقيقة كان غريب جدا يمكن كان فيه سنة اللي فاتت مبادرة اسمها مصر تستطيع مصر تستطيع دي كان بهدف تشجيع الاستثمار وبالذات من المصريين في الخارج في المجال الصناعي طب هو هيجي استثمر في المجال الصناعي ازاي وانت كنتم سعر الغاز اعلى من سعر العالمي 3 اضعاف كم 7 دولار ازاي ازاي كم 2 دولار وانت ببيعه بسبعة بالزبط طب انا مش فاهم هذا الكلام ده ازاي وبعدين لما بنزل بنزل الحاجة حتة حتة كني بقطع حتة من لحم لا هو الفكرة كلها على فكرة فيه ساعات كتير جدا قرارات بتبقى صائبة ولكن كون ان هي قعدت فترة طويلة جدا عشان تاخدوا القرار ده لما تيجي تتحقق خلاص ما بتجيبش نتيجاتها يعني انت ربطت الاسعار الطاقة بالسعر العالمي تمام يبقى هي المعادلة بتتحقق كل 3 شهور كل استشعر اعتقد يبقى انت حرك حتى كرجل صناعة او بتعمل استراتيجية فاهم بتعمل ايه هل ينفع النهاردة ان احنا بنتكلم على اسعار الطاقة واسعار الغاز هنخفض ولا مش هنخفض بكرة وهنخفض قديه ولسه الموضوع محل دراسة ده احنا بنتكلم في الموضوع ده بقى لنا شهور وشهور شهور عديد ويمكن حتى محافظة باكت المركزي بقى لوا شهر ونص كان طالع في حديث تلفزيوني وصرح بهذا الموضوع وبهذا التوجه ولغاية النهاردة شهر ونص يعني ممكن بكرة ييجي يطلع اقل من توقعات هتيجي تقولي نص دولار لأ ما ننزلش حسن يبقى قولي احنا انا ما بنزلش سعر خلاص يبقى الناس تلغي الاستثمار في الصناعات اي حد بيفكر يعمل مشروع جديد الكلام ده لو اقل من دولار ونص يبقى دولار دولار ونص يبقى احنا كده مالوش قيمة مالوش بالنسبة لنا مش هيبقى مش هيبقى ليكها هيبقى اقل من توقعات احنا لازم نمانج الاكسبكتيشن تحت المستثمرين لازم نضاهي توقعات الناس فما نعشمش الناس بحاجة وترجع الموضوع يتحقق اقل منه بكتير جدا النهاردة تاني ارجع تاني واقول فرصة الاقتصاد المصري عليه العين فعلا مصر النهاردة ممكن تبقى هي قبلة الاستثمار في المنطقة العربية وفي منطقة افريقيا كلها فاتمنى ان احنا نستفيد من القوة اللي احنا فيها والسياسات الاقتصادية دي تتبروز بس يعني على فكرة هو يعني تاني الاداء فوق الممتاز بالذات سندي فوق الممتاز محتاجين نبروز بس الكلام ده ونبروزوا بشوية قرارات المفروض ان هي تكون لازم يفندم حزمة واحدة عارف حراكة اللي نفع في موضوع الكورونا ده ايه ان الحكومة مع البنك المركزي مع بعض في حزمة رهيبة لا في دي لدعم الصناعة دي لدعم التصدير دي لكذا ده للسياحة ده لكذا مع تخفيض سعر الفايدة يعني كان فيه دارة ازمة خليط دارة ازمة موجودة فانت نزل بحزمة وقفت الدنيا على رجلها فلما نيجي نزل حزمة لتحفيز الاستثمار ننزل بحاجة متكملة ما نقعدش نقطع حتة في حتة في حتة في حتة لا ننزل بحزمة متكملة ادي الروت او ادي الطريق للخمس سنين الجاي وبعدين هي اعتقد يعني فيه شركات الكاسيفة تستخدام استراك الطاقة بتشتكي وبتتكلم كتير زي الاسمنت زي الاسمدة زي الكرام ده كله بالفعل عندهم مش هيكلة ان فعلا المنتج بينتج منتج مش قادر نافس بيه بره يعني بيبقى غالي جدا يعني عن تكلفته ولصالح مين يعني لصالح مين احنا بالعكس احنا عايزين بدل المصنع اعوانة افضل لان انا بيع الغاز كمنتج اه اه كخام او كخام امد اولي وان انا ادخله بالي لها ده تقيمه مضافة ودخله فانا بالعكس ده انا عندي الحمد لله ربنا بيحاب البلد دي بيكرمها من خير واكتشفنا ظهر واكتشفنا بعديها مش عارف فاتر ناس يعني واكتشفنا حقول تانية ولسه من ثلاث اسابيع تاني ففرصة فرصة ان انا بحاجة زي كده ابقى هب صناعي مش هب بيع هب تاجر ماش عايزين نعمل نضيع زي السنوات السابقة لما كان عندنا شوات غاز صدرنا معظمهم فما استفدناش بحاجة من هذا لا انا شايف ان احنا احنا في وضع ممتاز اكيد وزي ما بقول لحضرتك احنا مجرد نوري مزيد من الجدهة ونبروز المجهودات دي يعني حاج شفت السندات الخضرية اللي مصر طرحتها انها ممكن حاجمها صغير واول طرح وكده بس خمس مرات وخمسة وربع في المية حاجة جميلة جدا يعني انا مبسوط النهاردة بتكلم اللي هي كرد فولت سواب بتاع مصر اللي هي بيقيس مدى قدرة مصر على السادات ديونان بعد ما كان طلع النهاردة نزل لتحت ال 500 نقطة يا جماعة مصر لو تيجي تبص لها يعني تعال بص على الدول شبيهة بينا يمكن احنا في المجموعة عندنا عشان احنا موجودين في 18 دولة حوليه العالم فكل اسبوع بيكون عندنا مكالمة مع الناس في بيئة الدول تعال بص دولة زي تركيا وضعها مزري 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 تعال شوف عملتها عاملة ازاي تعال شوف اقتصادها عاملة ازاي لو عمل ايه في تركيا النهاردة مش هيستعيد ثقة المستثمرين تعال بص على دولة زي البرازيل بكل التوهج اللي كانت فيه تعال بص النهاردة هي عاملة ازاي اقتصاديا سياسيا احنا في وضع ان احنا النهاردة على غير الدول اللي خلينا نقول ايه هو مش نمو نفسين هم اكبر من اقتصادهم اكبر من انا بكتير بس احنا نقدر نوصل لهم بسرعة ونبقى احنا زي ما نسموه النمر الصاعد اللي جاي اللي هيسحب الرجلين من الناس كلها نقدر نصادل فرصة طيب احنا هنخرج فاصل اعلاني وهنرجع تاني عندنا محاور عديدة مع ضفنا الاستاذ احمد رغو السعد فاصلنا لك اهلا بكم امكن هنستكمل حوارنا مع ضفنا وامكن عايز ابدأ من نقطة وهي قرار البنك المركزي بخفض الفايدة نصف اه نصف في المياه رأي حدك ايه التأثيرات وايه وكمان وما تبعها من الغاء لي اقاف شهادات ال 15 في المياه طيب نرجع لورا خطوتين ثلاثة من السنة اللي فاتت الحقيقة من بداية 2019 وابتدت البنوك المركزية في العالم بتتبع سياسة انفتاحية اللي اقصى درجة فابتدوا وخفضوا سعر الفايدة بشكل كبير جدا وبالتالي الدول اللي زايرة كمان بتتبعها مشت في نفس اللي التوجه نعم احنا يمكن عندنا البنك المركزي كان تحس ان هو حريش شوية في ان هو ينزل سعر الفايدة ليه لان لسه الاستثمارات الاجنبية اللي احنا كنا لسه بتكلم عليها قبل الفاصل ما دخلتش مصر فبالتالي كنا معتمدين على حد ما على استثمارات الاجانب في الازون وكده فلو انت نزلت النهاردة سعر الفايدة قد يحجم المستثمرون الاجانب عن الاستثمار في الازون بتاعتك والسندات بتاعتك كده وده نفعنا لما جات موضوع الكورونا ان هو لما نزل 3% سعر الفايدة مرة واحدة في شهر في شهر مارس انت مازال عندك بيسموه سعر الفايدة الحقيقي اللي هو الفرق بين معدل التضخم وما بين سعر الفايدة الاسمي مازال عالي جدا فمعاكم ساحة بتاعت 5% كمان تنزلهم براحتك وخلى ان خروج الاجانب ده ما قداش لنزول اسعار الازون قوي لان الاجانب كان بتخرج بعايزة تخرج باي سعر في الوقت بتاع مارس ده وابريل لما بقولك نزلنا من 28 مليار دولار لتحت 10 مليار فبالتالي كانت فرصة للناس ان هي تبتدي تشتري منهم الازون دي بعوايد مميزة يمكن كان واضح ان في ملف التعامل مع الدولار او سعر الجنيه اقصاد الدولار كان واضح ان هو واخد اولوية من البنك المركزي خلال كم شهر اللي فاته الحمد لله الجنيه ورى قوة للناس كلها ورى قوة للناس كلها خصوصا ان احنا رشدنا طريقة استخدام الدولار فيش حد ياخده الدولار ويكنزه عندك احتياج هتاخده ما عندكش احتياجه ومعندكش مستند يثبت ان احتياجك للدولار مش بتاعك ده مش اداة مش اداة تحويق او اداة انت تحطها بالظبط فيمكن ده ادى الى ان الجنيه المصري الحقيقة بعد ما حتى كان رجع نزل شوية رجع تطلع تاني ودلوقتي النهاردة بنتكلم مستقرة عند العتا بتاعة 15-60-15-70 بشكل جوائي ده خلي البنك المركزي يقولك ايه طبعا تضخم ان ههاردة عندي وصل ل3% وانا سعر الفايدة عندي عالي انا اعلى سعر فايدة حقيق في العالم في العالم في العالم فبالتالي بنك المركزي عنده مساحة كبيرة انه هو ينزل سعر الفايدة بس كل الناس كانت متوقع ان هو ما يستعجلش وان هو يستنى الاجتماع اللي جاي واضح ان هو كان فيه منقاشات لان تاني قرار اقتصادي بالنوعية دي ما فوش حاجة اسمها 100% صح او 100% او 100% غلط فحتى لو تاخد بالك اللجنة السنق دي النتيجة تالي متأخر جدا الزبط واضح ان كان فيه منقاشات كتير جدا طبعا انا ما عرفش ايه اللي حصل فيها بس انا متأكد خصوصا ان في نفس اليوم تركيا الصبح رفعت سعر فايدة 2% فتحس ده يعني برضو ايه لغبة الاوراق فبالتالي طلع قرار بنصف المية هو المجنيتيود او التأثير بتاع النصف المية ما هوش كبير بس هو رسالة انا جاي انا جاي انا هخفض سعر الفايدة لان انت النهاردة مش عندك مساحة كبيرة جدا انت تخفض سعر الفايدة اللي هو تشغلك الاقتصاد فرصة وانت التدخم عندك ملموم عند الحتة التلاتة والا 4% دي ارقام احنا طبعا ما شفنهاش زمان ما شفنهاش من زمان بالزبط بالزبط فحاجة بتقول لنا ان لا سونر وليتر ان اجلا او اجلا اسعار سعر الفايدة في اتجاهها الهبوطي ده يخلي الناس تعمل ايه تبتلي تحرك بقى فلوسها اللي ماركونة على جنب النهاردة يعني انا شايف ان شهادات الاضخار دي من اكبر المشاكل في الدنيا يمكن كان بتبقى موجودة في وقت من الاوات عشان تحمي من الدولارة افهمها عشان تحفظ عمس بس النهاردة ايه اللي يخلي ناس فيه فيه ناس عايشة على عوائد هذه الشهادات لازم نبصلهم بعين الاعتبار بس اللي هو لغاية مليون جنيه انما لو انت عندك 50 مليون جنيه مجرد حطته وبتاخد ال 15% ولا كنت بتاخد ال 14% ولا ال 16% ولا كنت ال 20% في وقت ملاوات طب فين الفلوس اللي هتشتغل انما انا افهم ارباب المعاشات واصحاب المتاع دول بعمل لهم القنوات بتاعتهم اللي تديهم سعر فايدة مميزة عشان تساعدهم على المعيشة انما النهاردة ما اسمحش الحد ان هو يكون قطط لي 20 و 30 و 40 و 50 مليون جنيه في شهادات ده ما فوش فبالتالي النهاردة الفلوس دي واحدة واحدة مع هبوط اسعار الفايدة مع نزول اسعار الاشهادات دي الفلوس دي لازم تتحرك فلازم تتحرك في قنوات استثمار هو ده اللي هيحصل خلال فترة جاية وكمان تشجع الشركات ان هي تستلف وان هي تبتدي تمول مشروعات جديدة بالنسبة لك طب احنا ممكن عايزين من العشرة دي اللي فضلين يتكلم عن حاجة ممكن ما بنتكلمش عنها كتير في البرنامج او في اي مرامج اخرى احنا بتكلم عن البورصة وعن اسواء المال ويوي لاخره لكن سنادي الاستثمار دايما احنا بنشوف سنادي الاستثمار يعني بقول لك احنا بنضمن عائد كذا بيطلح من خلال بنوك بكلام ده كله حصل تعديلات في القانون الخاص ده اللي برضو اللي تحت الفرصة اكتر صندوق الاستثمار للمواطن العادي اللي هونك يفكر عايزي يعني زي ما احدا قلتم شواء يضمن العائد اللي يعايشه اذا كان عافلوه سوكا مفهوم صندوق الاستثمار وازاي بيشتال واعتقد فيه طفرة كبيرة انتو كاحدة الشركات العالمية عملتوها في السوق المصري خلال الايام الاخيرة طيب خلينا نقول ان نربط حتى بالنقطة اللي احنا كنا نتكلم فيها من قبل كده هو لما اسعار الفايدة هتنزل الناس لازم هتبتدي اتشغل فلوسة تمام فتبتدي ايه هي القنوات اللي الناس دي تبتدي اتشغل فلوسة فيها افضل وسيلة هي سندق الاستثمار سندق الاستثمار هو من الاخر هي اداة بتجمع فيها استثمارات المستثمرين كلهم بحيث انه يتم استثمارها باستثمار محترف من خلال مدير استثمار محترف يبقى على اقل عارف هو بتحرك فيه في انواع متعددة من سندق الاستثمار فيه سندق استثمار في ادوات الدخل السابت فيه سندق استثمار في الاسهم فيه سندق استثمار متوازنة فيه سندق استثمار اسلامي فدي القنوات الشرعية المنضبطة لجذب اموال الناس اللي هتطلع من اللي لازم تتحرك بدل ما هي رقدة كده تتحرك بدل ما الناس تقولك لما تلاقي تحاول عايزة تكسب فتقولك ايه طب تعالى جرب معي المشروع ده طب تعالى عمل معي الموضوع ده طب تعالى تحط فلوسك معي وانا وانت نعمل حاجة فلانية او تعالى لما تخش البورصة بص انا سمعت ان الشركة فلانية هتعمل كذا كل ده بقى ايه محاولات بنسميها ايه بتحتمل الخطأ والصح وتحتمل النصب وتحتمل 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 تشغيل توظيف الاموال اللي هي سندق الاستثمار اصلا انشأت في اربعة وتسعين عشان تعالج الموضوع ده فاصبح دي كانت الاستثمار الشرعية لكده وهي الحقيقة الاداء الاسهل والارخص لاي مستثمر حضرتك ما عندكش وقت ما عندكش خبرة ما عندكش امكانيات للمتابعة كبيرة اوتوماتيك لتحط فلوسك في سندق الاستثمار بس اعرف انت عايز ايه يعني لو انت عايز مدخرات وعايز تدمي عوايدك يبقى تروح لسنة دي اللي هي اليومية اللي النقدية او سنة دي ادوات الدخل السابت لو عايز تاخد شوية مخاطرة روح لسنة دي الاسهم احنا عندنا في مصر في حوالي 98 سندق الاستثمار يمكن الفترة اللي فاتت شهدت ثورة في التشريعات انا بشهد لهيئة الرقابة المالية ان هي حط ملف سندق الاستثمار ده تحت عانيها بشكل كبير جدا وانا قلت لحضرتك الكلام ده من كام شهر لما لهيئة عدلت التشريعات تحت سندق الاستثمار زي ما حالك قلت كان سندق الاستثمار اللي بتطلقها البنوك على فكرة البنك لما بيطلع سندق الاستثمار فالناس بتحط الفلوس فيه هو الفلوس مش في البنك الفلوس جوه هذا السندق وده كيان قانوني مستقل عن البنك بيجمع فيه استثمارات الناس وفي الاخر بيدي السندق ده لمدير الاستثمار ده حالتنا احنا لندير هذا الاستثمار فالنهاردة البنوك الحقيقة ما كانتش عندها الحماس قوي تجاه سندق الاستثمار في مصر لسه بصراحة ما عندهمش زي ما نقول ايه التفتح الذيني بسندق الاستثمار وان هي دي الوسيلة للمستثمرين بشكل عاد فالهيئة الحقيقة عملت تعديل تشريعات وسمحت لجهات اخرى ان هي تنشئ سندق الاستثمار ويجينا يمكن اتكلمنا معاهم بعد ما ازمت جات استحوزت على شركتنا بتنقل خبرة دولية لكده ان اهم واحد هو مصلحته ان هو ينشئ سندق الاستثمار ولا حط الفلوس فيه هو شركة ادارة الاصول نفسها فبالتالي الهيئة الحقيقة في طفرة جديدة من نوعها سمحت لمديرين الاصول ان هما يصدروا سندقهم بنفسهم بس حطت اشتراطات معانا عشان مش اي شركة يبقى الشركة لازم رسمها لها وحقول الملكات تعادتها تتجاوز 50 مليون لازم عندها خبرة مش عارف عاملة ازاي لازم يحط رسمال في كل صندوق حد ادنى مش عارف جاء ابتدى يحط لها بعض الضوابط تالحية الحمد لله احنا يمكن اول ناس نحصل على هذا الترخيص وبالتالي يوم الحد جاي ان شاء الله بدء اطلاق اول صندوق لينا هو صندوق طرحة خاص لادوات الدخل السابت عشان ناخد بقى الناس اللي جاية من اسعار الفايدة اللي بتنزل دي وحتبقى فرصة ان احنا ندخل اداة جديدة للناس هي مختلفة عن سندوق العائد السابت والماني ماركت اللي هي الموجودة في السوق عاملين فيها تنوع شوية في المنتجات لان احنا هنشجع شوية بقى الاستثمار في تمويل الشركات من خلال السندات بنسب اكبر من الاعتيادية هنسمح بالتحرك على منحنة العائد بشكل اكثر حرية يضمن ان احنا نجيب للناس افضل شيء الحقيقة النقطة اللي انا سعيد بها وهدف قزمة تحطها قدام عينيها انا مش جاي السوق اشتغل لوحدي انا جاي اشغل السوق ده وجاي ان حاول اطور صناعة قدارة الاصول هي قزمة مجموعة يعني هي مدير استثمار مستقل ولا تبع بنك ولا تبع شركة تأمين بيدور حوالي ستين سبعين مليار دولار في تمنتاشر دول اللي حوالين العالم فانا النهار ده لما عايز اجيشتغل انا مش عايز اشتغل وحدي انا عايز اشارك الناس كلها انا عايز اشتغل مع البنوك عايز اشغل شركات السمسرة عايز اشغل شركات القبضة عايز امول شركات فبالتالي كنا حريصين جدا 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 ان صندوق الاول صندوق استثمار حيطلع وحيطلقه مدير استثمار ان احنا بقى معانا شركة كتير فاحنا معانا بنكين في الطرح الخاص معنا اول مرة هنلاقي ان شركات سمسرة بتتلقى اكتتابات في صندوق الاستثمار يبقى التوزيع كله مش معتمد على البنك يبقى فانا تعقدنا مثلا مع شركات زي جلوبال زي مباشر زي نعيم زي حتى شركة قبضة وممكن يكون عندها نشاط شبيه بي تشجعت ان انا عايزة تتشاركنا في هذا الصندوق شركة مصر كابتال التابعة لبنك مصر فاحنا سعداء جدا بكده طب احنا لما نلم المدخرات دي او لما نلم صندوق في صندوق ازمت الأدوات دخل السبت اسمه ايه زي الدخار هنعمل ايه احنا النهاردة غير الأزون والسندات والحاجات التقليدية نهاردة هنركز على سندات الشركات نهاردة الشركات عايزة تستريف هتطلع سند الشركة بتعمل تورية هنقدر نستثمر فيه النهاردة فيه الشركات بتعمل تطلع سندات قصيرة يبقى ايه ده اوجدنا وسيلة تمويل جديدة للشركات يبقى احنا ايه بنجمع احنا عبارة عن بنعمل بريدج كبري كده ما بين الناس اللي عندها فوائد مالية وما عندهاش الخبرة الاستثمارية وما بين الناس اللي عندها الفرص استثمارية والشركات القوية وعايزة تمويل مشروعات احنا بقى دورنا هييجي في الحتة دي بالمشاركة مع شركاءنا اللي احنا بنتشارف فيهم زي بقى هارة زي بقى الأهل المتحد الناس دي الحقيقة ونويننا نتشارك مع اكبر قدر من الناس في خلال الفترة اللي جاية بنأمل ان دي هتكون طفرة في صناعة قدارة الاصول واكيد هيحصل بدل السندوق عدة سندوق سواء مننا او من زميلنا في السوق لان احنا زي ما بنقول السوق ده under penetrated او غير مخترق على الاطلاق النهاردة حجم الاموال في سندوق الاستثمار لا يتجاوز اقل من واحد في المية من اجمال الناتج المحلي في حين ان في دول بتوصل يعني لو احنا عديم كنا بندي مثال من برازيل صناعة ادارة السندوق الاستثمار في دولة زي البرازيل واحد تريليون دولار احنا واحد تريليون دولار متخيل حضرتك عارف احنا كم اربعة مليار دولار يعني احنا اربعة في المية حجم الصناعة عندنا اربعة في المية من حجم الصناعة بتاعت البرازيل مع ان هم منتين مليون وحنا ميت مليون طبعا لقاله كنا لو و تريليون انا بقى نصف تريليون تمام فطبعا دي نفس الكلام في الدول تانية فده بيبين قدية السوق المصري في احتياج وفيه يعني متعطش لمنتجات جديدة تطلعها فالحياة بالتشريعات الجديدة دي كل يوم هنطلع بحاجة جديدة أنا أو زميلي في السوق كلهم إن شاء الله وتفيد الناس كلها وتبقى زي بنقول بنعم البرج للفجوة اللي موجودة ما بين فواض المالية وما بين الاحتياج المالي يعني احنا بنقول إن شاء الله أن نتوقع خير الفترة الجاية ازدهار صناعة سندق الاستثمار أو تواجد إضاءة سندق الاستثمار في مصر شكل أقوى بس برضو أنتم محتاجين كمديرين لهذه السندق لازم تقربوا الناس تروحوا للناس أكتر لأن الناس برضو لسه المفهوم متعرش عنها حاجة خالص الناس متعرش عنها حاجة ليه؟ ما هو كان البنوك هي واجهة الوحيدة بتاعتك ما نفعش تسوق صندوق غير في بنوك النهاردة بالتشريعات الجديدة فتحنا لشركات صمصارة فتحنا لجهات أخرى ممكن أنها تتأهل وأنها تاخد رخص التلقي فبالتالي ده هيبقى فيه قنوات تانية بالإضافة أنه لازم فيه مجهود يتعامل في عملية الوعي المالي الوعي المالي اللي يمكن حتى يمكن البورصة هتفتتح الجلسة يوم الحد الجايب ومناسبة الوعي المالي وإزاي نشر الثقافة المالية في المجتمع ودي ممكن حاجة محمودة فأعتقد ده مجهود لازم كلنا نتشارك فيه أكيد طبعا طب أخيرا كده عشان وقتنا احنا خلاص عجباني فكرة صندوق الخير اللي كنتوا اطلقتوه يترى أخباره دلوقتي سريعة ممكن الحقيقة صندوق الاستثمار الخير لدعم زو الإعاقة صندوق عطاء الحقيقة هو أول صندوق استثمار خير في مصر أنشأه بنك ناصر وكان بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي والحقيقة بدايته كانت عارف أنت أي حاجة جديدة في الأول مش أسهل حاجة في الدنيا طبعا فإحنا كنا فيه فترة بنجمع أموال جمعنا بتاع حوالي 150 مليون جنيه 160 مليون جنيه عملنا عوائد عليها كويسة جدا انت عارف الصندوق ده بيصرف على زو الإعاقة من العوائد بتاعته من العوائد بتاعته ابتدى يبقى فيه مشاريع متعددة وخصوصا مع إدارة نشطة وتنفيذية مجلس الإدارة الحقيقة قايم بدور كبير جدا نشط جدا خلال الفترة اللي فاتت بوجود قامات كبيرة وبوجود بنك ناصر كدعم أساسي لهذا الصندوق طبعا مع عالي وزارة التضامن اللي الحقيقة خدوا المشروع ده ووروا سيادة الرئيس يمكن الصندوق ابتدى يعمل إيه والحقيقة اللي هو شرفنا بإن هو أصدر تعليماته بإن تحيا مصد تتل بمئة مليون جنيه تانيين ودخلوا حساب الصندوق يمكن الإسبوع اللي فات على طول ويمكن ده حاجة هيلة خبر مفرح لكل زو الإعاقة وعايز أقول الحقيقة إحنا برضو أنا بأعزز روح المشاركة فالحقيقة النهاردة هو الصندوق مش هشتغل واحدة هو هشتغل من خلال الجامعيات المخصصة طيب أنا يبقى ده أشتغل وشغل كل الجامعيات اللي بتخدم زو الإعاقة عشان تعرف توصل لزوء الإحتاجات خاصة في كل حتة في مصر وفي مجالات مختلفة سواء في رعاة صحية سواء في تعليم سواء في تدريب سواء في توظيف والحقيقة يعني الناس كلها على قلب راكل من واحد سواء الدولة أو بنك الناصر أو الوزارة أو مجلس الإدارة أو إحنا طبعا كمديرين استثمار متطوعين كخدمة مجتمعية لإدارة هذا الصندوق وكل مقدمي الخدمات كمان زي حالتي طيب يا راية الفترة الجاية إن شاء الله يعني يكون فيه تواجد أكتر لنشر ثقافة سندير الاستثمار وإزاين المواطن يقدر يساهم فيها يتواجد يروح فين يتواجد فين ده دوركم الكبير جدا أعتقد الفترة الجاية هيكون تحدي لكم وحتى التجوز إحنا كلنا واخدنا على عطقنا يمكن إحنا حتى كشركة كشركة أزيموت إنما بالإضافة إلى الجمعية المصرية لإقدارة الاستثمار إيمة اللي هي الجمعية اللي فيها كل مدينين الاستثمار إن شاء الله برضو دي هتبقى أحد المهام الكبيرة اللي قدام مجلس إدارتها القادم بإذن الله خلال الفترة الجاية بإذن الله أستاذ أيسر شكرا أستاذ أحمد ربا الساعد شرفتنا يا فن شكرا ألف شكر حي كده حلقتنا انتهت إحنا النهاردة كان عندنا حلقة مهمة جدا دسمة جدا كان شرفنا بمدخرة مع الوزير قطاع العمال العام اللي وضح الحقيقة كلها وفي الآخر ما أثيرة حول اللائحة هي التي لم تقر بعد ولكن هي محلة دراسة ولي الجانب النقابية والشركات بالتأكيد أي حد عنده رأي أنا من رأيي إن إحنا بدل ما إحنا نتكلم ونقول وعلى السوشيال ميديا وذا يخدنا من هنا وذا يخدنا من هنا ولأ إحنا في قنوات شرعية لازم يتم توضيح الردود منها وكان عندنا حوار مهم مع أحمد والسعد وكيف ننشل ثقافة سنديق الاستثمار في مصر بالأمل التقينا والأمل نلتقي إن شاء الله الحلقة الجاية لبقين الجاية حلقة جديدة وأنا الوطن تصبعها خير اشتركوا في القناة